السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض طريقة جميلة جدا للفراخ المشوية في الفرن كان عندي عزومة وحبيت ان انا استخدم تدبيلة تخلي الفراخ لها طعم قوي جدا تدبيلة النهاردة مميزة اوي في الطعم وكمان الطريقة سهلة اوي اوي في التحضير ولو انت اول مرة بتشوفوا قناتي انا هايدا محمود ويلا بينا نبدأ ونقول باسم الله وعندي 3 فراخات كنت هعمل عليهم عزومة فحبيت ان انا اعمل تدبيلة كده يكون طعمها زي ما قلت لحضراتكم كده قوي ومميز في الاول انا غسلت الفراخ بس حبيت ان انا اعمل فتحات في اللحم وافصل المفصل بتاع الفرخة من بعض الخطوة دي بتسهل التسوية لان الفراخ لو احنا مثلا بنستعملين فراخ بحجم كبير شوية فممكن نلاقي الاجزاء اللي هي عند المفصل او اللي فيها كتلة لحم كبيرة دي ما وصلتش للتسوية المزبوطة فاحنا ممكن نعمل الخطوة دي ضمانا لالتسوية يعني سواء الفرخة حجمها وسط او حجمها كبير فالطريقة دي هتدينا نتيجة كويسة في كل الحالات الجزء اللي عند الصدر دايما انا بعمل في الفتحات دي برفع الجلد وبرضو بعمل فتحات وده مش عشان التسوية بس ده عشان الطعم كمان لان الجزء ده بيكون تخين وما بيوصلوش طعم التدبيلة اوي فانا بحب ان التدبيلة توصل لكل جزء في الفرخة بعد ما هفتحها هرجع اخسلهم تاني كويس اوي اوي اصفيهم من المية ونشوف مع بعض دلوقتي التدبيلة اه انا هستخدم تلات وحدات من الطماطم بحجم كبير بقطعهم لقطع صغيرة وهحتاج معاهم اه لوحدتين من الفلفل الرومي ممكن نستخدم برضو الفلفل الحامي لو احنا بنفضله في الاكل لكن طبعا لو عندكم ولاد صغيرين اه هنبعد خالص عن الفلفل الحامي اه المقدار اللي انا هستخدمه ده مقدار يكفي تلات فرخات يعني احنا لو حابين ان احنا نستخدم واحدة بس فهنقسم المقدار ده للتلت اه معايا حوالي معلقتين كبار من البقدونس المفروم وتلات معالق يعني تلات معالق صغيرين كل معالقة مليانة من الطم المفروم معايا برضو تلات معالق كبار مليانين من الزبادي اه الزبادي اضافته هنا بتخلي الفراخ طرية وليها طعم كده مميز لك احنا ممكن لو مش متاح عندنا نستبدله بتلات معالق من المايونيز اه معايا ربع كباية من عصير اللمون او ممكن نستخدم عصير تلات لمونات كبار ومعايا كمان نصف فنجان من الزيت وهحط مقدار الملح انا استخدمت معلقة ونصف تقريبا من الملح اه هحتاج كمان لمعلقة كبيرة مليانة من البابريكا مقدار المعلقة دي حوالي تلات معالق صغيرين يعني تلات معالق صغيرين اه من البابريكا اه هحتاج كمان لمعلقة كبيرة من الفلفل الاسود وبهرات الفراخ. وهحتاج كمان لآآ نص معلقة من الارفة. نص معلقة صغيرة. آآ المقدار ان شاء الله نحطه في صندوق الوصف للتلات فرخات وهحط مقدار الفرخة الوحدة. آآ حطيت كمان نص معلقة صغيرة من آآ الحبهان البودر. وحوالي ربع معلقة من ورق اللورة البودر. ونص معلقة من الجنزبيل. لو احنا آآ مش متاح عندنا كل التوابل اللي احنا استخدمناها دي. نقدر نجيب كيس التوابل الجاهز ونستخدمه مع الطماطم والفلفل واللمون والزيت. آآ والزبادي برضو. آآ هدينا نتيجة ممتازة جدا. بنخلط كل المكونات دي في الكبه او في الخلاط. وهنبتدي دلوقتي نتبل الفراخ. التدبيلة دي لو احنا استخدمناها في آآ في الخلاط. يعني لو حبينا ان احنا نفرمها في الخلاط هنزود معاها آآ ربع آآ كباية صغيرة من الميا. آآ لكن في الكبه مش بنحتاج ان احنا نزود مياه. آآ الفراخ طبعا بعد ما غسلتها تاني وصفتها من المياه ببتدي آآ اتبلها من الناحيتين. وضروري برضو ندخل التدبيلة في الفتحات اللي احنا عملناها في الصدر. في الصدر وبين الوراك. آآ واحنا بنعمل الفتحات دي طبعا بنحافظ على شكل الجلد يعني ما نحاولش ان احنا نقطعه. علشان في الاخر والفراخ ما نحطها تحت الشواية يبقى آآ سليمة كده واخد لون الشواية وتبقى شبه الفراخ التيكة اللي احنا بنشتريها من برا. هي دايما بتبقى مفروضة كده ويعني وشكلها يفتح النفس. آآ انا هتبل التلات فرخات آآ هرسوم على بعض في طبق غويت. آآ التدبيلة بحاولنا انا اوصلها لكل جزء وكل آآ حتى انا فتحتها بالسكينة. آآ هسيبها في التدبيلة آآ طول الليل. طبعا الطريقة دي افضل حاجة. ان احنا لما نتبل الفراخ نسيبها طول الليل في التلاجة. يعني آآ نغلف الطابق كويس قوي بالبلاستي كراب. او ممكن آآ لو ما عندناش آآ نقفل كده الطابق بكيس آآ كبير. آآ بس نقفل عليها حلو لان التدبيلة فيها توم. فريحة التلاجة كلها هتبقى آآ التدبيلة دي مفحفاحة فيها. فهنحاول ان احنا يعني نكتم على الطابق خالص علشان آآ ريحة التدبيلة ما تطلعش. آآ طيب لو احنا عايزين نعملها في نفس اليوم آآ ممكن احنا نسيبها في التدبيلة دي ساعتين آآ وبعد كده هنسويها. طيب ميزة التدبيلة دي ان انا اقدر اسويها في فرن البتجاز آآ او ان انا اسويها على البتجاز من فوق. يعني آآ يعني لو عندي آآ صانية او اللي هو القلب الكبير المستطيل هحط الفراخ جنب بعض. وهزود عليها آآ كبيتين مية. وهغلفها بورق الالمونيوم اللي هو ورق الفويل. وهسيبها على آآ نار البتجاز يعني حوالي آآ تلاتة ربعة دقايق على نار عالية. بعد كده هخلي النار متوسطة او اقلم المتوسطة. وهسيبها الحالة ما تستوي خالص. بعد كده هدخلها تحت الشواية. بعد طبعا ما هصفي منها السوايل اللي هتنزل في الصانية او في القلب. وهتاخد لقون شواية جميل جدا. آآ انما الطريقة اللي انا هستخدمها النهاردة آآ هسويها في فورن البتجاز وهنشوف مع بعض كل الخطوات. آآ كده انا خلصت الفراخ وحطيت عليها بيتي التدبيلة وغلفتها. وقعدت في التلاجة طول الليل. واحنا الحمد لله كده تاني يوم. آآ وطلعت الفراخ علشان اسويها. آآ علشان بقى اسويها محتاجة لصاج آآ يكفت تلات فرخات. فطبعا ما عنديش آآ صانية او صاج يكفت تلات فرخات جنبه بعض. فانا حاول كده يعني آآ احطوه مع بعض في في الصاج ده. استعملت الشبكة بتاعة فرن الكهربا. آآ هحط الفراخ جنب بعض. اتنين جنب بعض. واحدة الناحية التانية بحيس ان الصاج ده يكفيهم. ماس الصاج ده تلاتين فاربعين. آآ الفراخ اللي انا مستخدمها آآ واحدة كيلو ستمية. والاتنين التانيين آآ اتنين كيلو الا ربع. الوزن ده كويس قوي ان هو يدخل الفرن يعني. لكن الفراخ اللي هي وزنها كبير آآ آآ برضو بسويها في الفرن بس يعني بتبقى عايزة تسوية مختلفة شوية. آآ بعد مرصتي الفراخ آآ اللي على جنب ده الزور بتاع الفراخ فانا حطته معي سوي برضو. وبعد كده وزعت عليها التدبيل. آآ المفروض ان انا ادخلها كده على طول. يا دوب بس هحط معاها آآ شوية من المية لكن آآ احيانا الفرن اللي احنا بنستخدمه آآ بتكون النار بتاعته عالي قوي ومجرد الفراخ ما تستوي بتاخد طبقة حمراء او اللي هو لون الشوي من فوق. فالطفل بتاع الفلفل والطماطم آآ ده ممكن يتحرق. فلو احنا مش عايزين آآ الطفل بتاع الطماطم ده يتحرق ويبقى لونه غامق هنشيله بالفرشة كده وهندخل الصينية بكل محتوياتها كده الفرن بتشغل النار من تحت على درجة حرارة 200. وبسيبها لمدة آآ ساعة. آآ قبل ما ييجي ساعة يعني مسلا ساعة الا ربع كده آآ بحاول اشوفها. لو لقيتها استوت فخلاص تمام بشغل الشوية. باخد من الصاص اللي نزل من الفراخ وبادهن الوش بتاعها آآ ده بيديها لون حلو قوي. آآ طيب الفراخ لو عندي ما اخدتش اللون ده لوحدها ممكن آآ بمعلقة صوية معها عصير نص لامونة ورشة من الفلفل الاسود وبادهن الفراخ بتاخد لون حلو قوي تحت الشوية. آآ انا قدمت الفراخ على رزة اصفر وعملت معها اصناف كتيرة قوي. آآ لو حابين تشوفوا ايه العزومة كاملة. وهي دي الاصناف اللي انا عملتها في العزومة بتاعتي. ان شاء الله هتلاقوها نازلة على قناة حياتنا بالمصري. آآ النهاردة ان شاء الله انا نزلت فيديو الفراخ. والفيديو بتاع العزومة هينزل بعد كده. ولو عجبتكم طريقتي في تقديم الفراخ وكمان في العزومة اللي هتشوفوها الان ما تنزل ما تنسوش تشتركوا في قناتي. والسلام.